الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن واله أما بعد فإخواني وأخواتي من السنن التي حث عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان هو تعجير الإفطار وتأخير السحور فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تزال أمتي بخير ما عجروا الإفطار وأخروا السحور ولذلك بعض الناس لديه حرص ولكنه غير محمود فيؤخر الإفطار اعتقادا منه بأنه محمود والواقع بأنه مذمون وكذلك يعجل السحور خشية أن يدخل في الصبح ولا شك بأن هذا على غير هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي هديه هو أكمل الهدي وأحسن الهدي